أستاذي نرجع شوية إلى الضغط إلى السرس لرغم يعيشوه الطلبة اليوم تحديداً كيفاش يقدروا يتخطاوا هذا ربما الضغوطات النفسية وكيفاش يقدروا يراجعوا وهل يراجعوا أولا؟ أخي يوسف بالنسبة للسرس يعني من المستحيل أننا نتخلصوا منه خلاص نظرياً نقدروا نجزدوها لكن كتكون في الموقف صعب جداً تخلص منه ولكن هذه حاجة عادية جداً أي واحد فينا يكون عنده أي حاجة مصيرية سواء امتحان أو لا هيشعر نوعاً ما بالتوتر لكن التوتر هذا لازم يكون حاجة إيجابية مش حاجة سلبية مثلاً لازم نتخلص منه قبل الدخول إلى الامتحان لأنه التوتر في أغلب الأحيان هيكون سلبي على التلميذ لأنه الأخ يوسف نحن نشاهدهم بزاف تلاميذ يكون يعرف يكون مثلاً مادة قاريهامة الرياضيات ما تمكي فيها تمكي جداً منه بسبب التوتر حيرات التمرين هذاك لأنه نحن نجيو نشوفه في علم التعلم أي إنسان عنده عقلين نقدره نقوله العقل التحليلي وكاللو سيرفو إيموسيونال عقل العاطفي العقل التحليلي هو المسؤول على الداكرة مسؤول على أي حاجة تحليلية على الدراسة على المعلومات والعقل العاطفي هو المسؤول أي حاجة عاطفية مثلاً استراث الخوف السعادة أي حاجة عاطفية هي الحاجة اللي لازم نعرفوها كامل أنه العقلين هادو ما يقدروش يشتغلوا مع بعضهم ديما كي يشعل العقل العاطفي يضفى العقل التحليلي والعكس ولهذا ربما نلاحظه مثلاً إنسان يكون قلقان عندما إنسان يكون زعفان تلاحظ أنه يتهور في تصرفاته لأنه العقل التحليلي تاعه يخممش قد قد والعكس صحي لا يقول لك مثلاً لاحظوها معلومة شائعة جداً أنه إذا كان اسم الإنسان كيعود زعفان لا يتأخذش قرارات ولا إذا كان فرحان لا يتأخذش قرارات بزاف لأنه في الحالة هذه يكون العقل العاطفي يكون هو اللي هو اللي يستحوذ تاغيليك والعقل تحليلي ما يقدروش إحنا باش نتخلص من المشكلة هادو لأنه التلميذة نلاحظ أي واحد فينا احنا كي كنا نعقبو الامتحانات ولا ما يحطوه لك السيوجي تحس براك متعرفوه له هذا التوتر راهيب جداً كين تلاميذ حتى يخرج من الامتحان باش يعاود يسترجع المعلومات يقول لك هادوان أني كنت نعرفهم ونعرف أن نجاوب عليهم بزاف تصرع لهم وليهذا احنا باش نتخلص من المشكلة هادو لازلنا الحاجة اللي ننصحو بها أنه التلميذ يدخل دوماً يبدأ يكتب أسهل سؤال يعرفوه اشتركوا في القناة